اشتركوا في القناة على عزويته الحلوة الحمد لله على بيت العيلة الأهلاوي الجميل الكبير اللي كل ركن فيه مليان ذكريات حلوة لولاده ونجومه ورموزه وبطولاته وإنجازاته وكمان جماهيره بجد الحمد لله على شجرة العيلة الأهلاوية الكبيرة اللي جذرها سبتة من سنين طويلة فأرض التاريخ العريق فرعها ملايين من المخلصين المحبين العاشقين وعشان هو كده اليقين فمش بيكون غريب أبداً على النادي الأهلي أنه فاكر ولاده مقدر رموزه لأن دول هم اللي عرقه وهم اللي بعرقهم كتبوا عنوين الخلود في صفحة تاريخ النادي الأهلي العظيم النهاردة المجلس الحالي بقيادة الكابتن محمود الخطيب وهم على أبواب انتخابات وأي حد مكانهم كان منطقي جداً يبقى مشغول بالانتخابات والمعركة الانتخابية وشغل الانتخابات لكنهم وبكل حب بيرسموا مشهد جديد من مشاهد عظمة الأهل العظيم عظمة الأهل الكبير بحرصهم على تكريم اتنين من أكبر رموزه وحكاياته بل وحكمائه اتنين كل واحد فيهم قيمة وقامة محفوظة دايماً مكانتهم في قلوب كل المصريين وكل الأهلوية حضرات السيدة الكرام ونحن النهاردة بنتقابل عشان نتكرم رمزين كبيرين الكابتن حسن حمدي الرئيس الأسبق للنادي الأهلي والدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد نحن نكرم معهم وقبلهم أو من خلالهم مدرسة الأهل العظيمة مدرسة الأهل الكبيرة مدرسة الأهل الراسخة في الكزور السابتة دائماً وأبداً في القلوب هذه المدرسة الإدارية العظيمة الكبيرة لتميزت دائماً بالعطاء بتعلم ولادها القيم والمبادئ والأخلاق وبتخرج كوادر عظيمة عشان تخدم الرياضة والوطن الغالي والنادي الأهلي الكبير في كل العصور الاحتفال كبير بكبيرين بعظمين واعتقد أننا النهاردة بنفخر بالنادي الأهلي والشكر قبل أي شيء للنادي الأهلي العظيم الكبير كان لابد في هذه الاحتفالية أن يكون معنا فنان موسيقار مبدع عظيم قيمة وقامة عشان هو اللي يحيي هذا الاحتفال العظيم من النادي الأهلي العظيم بالكبيرين حسن حمدي وحسن مصطفى أقدم لكم الموسيقار عمر خيرت